موسيقى مشاهدي الأوتي في صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حوار اليوم ضيفنا في هذه الحلقة الخبير الدستوري والقانوني والباحث السياسي الدكتور عاد اليمين دكتور يمين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح النور لألك وللمشاهدين وبالبداية بريد شاطر فخامة الرئيس العماد ميشيل عون التحية اللي وجهها بعيد المقاومة والتحرير لكل من صبر وصمد وحرر وقاوم من أجل زوال الاحتلال وبتمنى أنه ينعاد على كل اللبنانيين بالعزة والعنفوان والكرامة والسيادة والازدهار نعم من شاطرك طبعا هذه المعايدة لجميع اللبنانيين خلينا نبلش حديثنا نحن وياك من المحطة المرتقبة اليوم بعض الظهر يلي هي محطة بروتوكولية بس يعني يلي هي جولة رئيس الحكومة المكلف على رؤساء الحكومة السابقين ماذا تعني هذه الجولة هل لها نواحي دستورية وقانونية إلى جانب موقع البروتوكولي لم ينص الدستور أبدا على استشارات يجريها رئيس الحكومة المكلف مع رؤساء الحكومات السابقين إنما هذه الممارسة هي من قبيل التقليد وحتى لا تبلغ درجة العرف الدستوري الملزم إنما هي مجرد عادي وتقليد لغاية من إبداء الاحترام من قبل رئيس الحكومة المكلف لمن سبقه في شغل هذا المنصب والتشاور غير الملزم معه بغرض الاستفادة من خبراته ومن باب التحية له لأنه سبق وأن تولى المسئولية زيتا وهذه عادة درجة عليها رؤساء الحكومات المكلفون منذ الاستقلال لغاية اليوم ولكن ليس لهذه الاستشارات أي نتائج سياسية ولا أي نتائج دستورية يعني هي الجولة اليوم ستشمل بس لذكر الجولة ستشمل الساعة 3 بعد الظهر الرئيس سليم الحص 3 و3 الرئيس نجيب ميقاتي الساعة 4 الرئيس فؤاد السانيورة والساعة 5 إلى 4 الرئيس تمام سلام على كل حال يعني هذه الجولة البروتوكولية المواطنين بيسألوا دايما أنه ليش منشوفها بس عند رئيس الحكومة ليش رئيس الجمهورية لا يزور رؤساء الجمهورية السابقين فأول انتخابه وليش رئيس مجلس نويب لا يقوم بالشيء زيته أصلا رئيس الجمهورية بروتوكوليا نادرا ما يقوم بزيارات والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية بهدف تسمية رئيس الحكومة المكلف بحسب الدستور هي استشارات نيابية ملزمة وبمعنى تجرى مع النواب طالما أنها نيابية وعندما يتولى رئيس الجمهورية المسئولية عادة يتلقى التهاني في القصر ويفترض أن يزوره رؤساء الجمهورية السابقون وعندما يستدعي الأمر لإجراء أي تشاور كما فعل الرئيس العماد بيشيل عون في أكثر من مناسبة أجرى حوارات وطنية في مناسبة سلسلة الرتب والرواتب في مناسبة أزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية فطلب إجراء مشاورات وطنية ودعر أساء الجمهورية السابقون وقد لبوا جميعا الدعوة وأجرى التشاور اللازم أما رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة يتلقى التهاني عندما تشكل الحكومة خلال لحظة نيل الثقة لأن منصب رئيس الحكومة المكلف بذاته لا يعطيه موقعا دستوريا يتضمن مسئولية دستورية سوى السعي إلى تأليف الحكومة وبالتالي لا يمكن تلقي التهاني بالمعنى العملي إلا عندما ينجح في تشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلومة نعم لنجح على المحطات الدستورية غير البروتوكولية أنجز انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب ثم أنجز الاستشارات النيابية المنزمة وكلف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة بـ 111 تسمية من النواب المحطة المقبلة هي نهار التنين المشاورات بالمجلس النيابي من الناحية الدستورية هذه المشاورات إلى ما يفترض أن تفضي نهار التنين طبعا يفترض التمييز نعم يقولوا ستنجز خلال نهار واحد الاستشارات النيابية الهدف من إجراء الاستشارات النيابية اللي بيجريها رئيس الحكومة المكلف هو تلمس أجواء الكتل النيابية والاطلاع على مطالبها وتصوراتها من أجل تأليف الحكومة وبالتالي طالما نحن في نظام ديمقراطي برلوماني فالحكومة في لبنان عادة في الأنظمة البرلومانية يكتفى بتأمين الأغلبية النيابية العادية لتأليف الحكومة وأحيانا كثيرا بيكون الحزب الحاكم وحده بيملك أغلبية نيابية فيكتفي بتشكيل الحكومة من المؤيدين للحزب الحاكم أما في لبنان هناك شرطان لأن تكون الحكومة دستورية أول شرط أنه يقدر رئيس الحكومة المكلف يأمن لهالحكومة اللي بيعتزم تأليفها بالاشتراك والاتفاق مع رئيس الجمهورية الأكسرية النيابية المؤيدة لإله حتى تقدر بستنزل على المجلس النواب تحوز على سقة المجلس أما الشرط الثاني فيفترض أن يكون تأمين مشاركة الأكسريات السياسية في مختلف الطوائف في الحكومة إلا تلك التي لا تبتغي المشاركة أو ترفض المشاركة لأن المادة 95 من الدستور تشترض أن تمثل الطوائف بصورة عادلة في تأليف الوزارة أي الحكومة من هنا لأننا بديمقراطية من جهة برلومانية ولكن من جهة تانية توافقية وتشاركية فيفترض أن يتأمن البعدان في تشكيلة الحكومة البعد الأول حيازة الأكسرية البرلومانية ثانيا تكون من الأكسريات السياسية لدى مختلف الطوائف حتى يكون تمثيل الطوائف عادلا عملا بأحكام المادة 95 من الدستور ما دمنا لازلنا في مرحلة الطائفية ولم نتجاوز الطائفية بعد هزان الأمران يحرص رئيس الحكومة على تأمينهما وفي النهاية رئيس الجمهورية بصفة رمز وحدة الدولة وضمانة الجميع قبل أن يوقع ويوافق على أي اقتراح من قبل رئيس الحكومة يتحقق من توافر هذين البعدين بهذه الحالة وجوب أن تكون الحكومة قادرة أو التشكيلة التي بدأت تقدم تكون قادرة أن تحوز على الأكثرية البرلومانية على ثقة مجلس النواب وتكون أيضا ممثلة للمكونات السياسية التي تمثل الطوائف بهذه الحالة مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة التي رجعنا هلأ نسمع عنه بكترة ما له معنى هذا الشيء إذا كان نفس الحزب ونفس الطائف ستكون ممثلة بالحكومة والمجلس من يطلب اعتماد وزراء تكنقراط في الحكومات ما بعد الطائف لا يفقه معنى النظام البرلوماني التشاركي التوافقي الذي أرساه اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي انبثقت منه وقت لما تتحدث عن وزراء تكنقراط بمعنى كأن وزراء رئيس الجمهورية أو وزراء رئيس الحكومة أو وزراء مجرد نخبة تقنية فنية تتولى إدارة البلاد لا يفقه تماما من يقول بهذا الكلام جوهر الصيغة التي انبثقت من اتفاق الطائف التي تقوم على اعتبار مجلس الوزراء هو من يتولى السلطة التنفيذية وبذات الوقت يفترض أن يتمثل بمجلس الوزراء الطوائف بصورة عادلة كأنه أراد الطائف القول أنه كان فيه شكوى من احتكار مزعوم لرئاسة الجمهورية للنظام والسلطة لأنه كان الدستور بالنص من دون الممارسة يقول أنه رئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة الوزراء إجد الطائف معالجة لتلك الشكوى والهواجز وضع السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء على أن مجلس الوزراء يمثل جميع الطوائف بصورة عادلة وقت لما بدك تمثل الطوائف بصورة عادلة بدك تنظر لنتائج الانتخابات النيبية ما فيك تكتفي تقول أنه هيدا شخص كفوق وبروفيسور وعنده خبرة تقنية أو أكاديمية أو إدارية ومنجي منسلمه الوزارة لا طالما ارتضيت أنه السلطة التنفيذية تكون مناطب ممثلية الطوائف من يمثل الطوائف من يمثل الطوائف هم الكتل النيبية التي أفرزتها الانتخابات النيبية وعليه يفترض أن تكون الكتل الوزارية معبرة عن الكتل النيبية على قاعدة أن تتمثل الأكثريات السياسية أن تمثل الأكثريات السياسية في كل طائفة المقاعد الوزارية إذا كنا نحكي بحكومة وفاق وطني أما إذا كنا نحكي بحكومة وحدة وطنية وهناك فارق بين الأمرين ساعتها جميع الكتل النيبية يفترض أن تتمثل تقريبا بالحكومة فين نحصل أكثر الفرق بين اتنان الفارق وهذا فارق البعض ما بينتبه له بالحقيقة ولكن هو فارق مهم وقت لما تتحدث عن حكومة وحدة وطنية معناه تبدو يتمثلوا مبدئيا جميع الكتل النيبية بالمجلس بمجلس الوزراء كأن مجلس الوزراء إذاك يصبح انعكاس مصغر للبرلماء وكأنه مجلس مصغر للبرلماء وعلى قاعدة النسبية تقريبا مع ترك طبعا حصة لرئيس الجمهورية بحسب التقليد فيفترض أن تمثل بحسب وبالتناسب الكتل النيبية في مجلس الوزراء أما وقت لما تتحدث عن حكومة وفاق وطني وهذا الذي أصده اتفاق الطائف ولم يقصد حكومة وحدة وطنية بصورة دائمة أصد اعتماد حكومة وفاق وطني يعني أن تمثل جميع الطواقف بأكسرياتها السياسية من دون أن تمثل بالضرورة جميع الكتل النيبية يعني إذا أنت ممثل الأكسرية السياسية عند المسيحيين مش ضرورة تمثل كل الكتل المسيحية يعني إذا مثلت التيار وطني الحر وحزب التشناك أنت مأمن تمثيل الأكسرية السياسية لدى المسيحيين إذا مثلت النائب وليد جمبلاط واللقاء الديمقراطي أنت مأمن تمثيل الدرزي إذا عالح بحكومة وفاق وطني إذا مثل طيار المستقبل اللي عنده 17 نائب على 27 من النواب السنة أنت مأمن تمثيل الأكسرية السياسية لدى الطائفة السنية إذا أمن تمثيل طبعا السنئية سنئية حزب الله وأمل مترابطة ومتلاسقة لابد من تمثيلها في الحكومة سواء وفاق وطني أو وحدة وطنية هون أنت عم تمثل الأكسريات السياسية بالطواقف من دون أن تمثل بالضرورة جميع ممثلي الطواقف حتى ولو كانوا أقلية سياسية بداخل طواقفهم أما بحكومة الوحدة الوطنية معناتها预 PAC تتمثل بكل الطواقف كل الكتل تقريبا السياسية سواء كانت تمثل الأكسرية السياسية في الطائفة أو تمثل الأقلية السياسية في الطائفة هون ساعتها إذا انتقلت على حكومة وحدة وطنية معناتها عند المسيحيين ما فيك تكتفي بتمثيل التيار الوطني الحر والطشناك ولو كانوا بشكلوا سواء الأكسرية السياسية في الطائفة ساعتها بدك تمثل القوات اللبنانية والمرضة والكتائب إلا إذا هن قرروا أنه يبقوا خارج الحكومة وقت لما عم تحكي عن حكومة وحدة وطنية ساعتها عند الطائفة السنية ما فيك تكتفي بتمثيل طيار المستقبل ولا بد إزاك من تمثيل منافسي طيار المستقبل على الساحة السنية لأنه بدك تمثل الجميع وساعتها عند الساحة الدرزية ما فيك تكتفي بتمثيل النائب وليد جبلاط بدك تمثل كمان الحزب الديمقراطي اللبناني وهكذا ودى وليك هذا الفارق بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية ولكن يمكن القول أن حكومة الوفاق الوطني هي الحد الأدنى الواجب دستوريا في لبنان طالما نحن في نظام طائفي ولا يمكن الاكتفاء بأكسرية سيسية لا تؤمن المساقية في تشكيل الحكومة بحيث تتمثل كل الطوائف بأكسرية السيسية والحد الأقصى هو حكومة وحدة وطنية عند الأزمات والتحديات الكبرى تكون حميدي إلا أنها ليست لازمة دستوريا فخامت الرئيس اليوم يحكي عن حكومة وحدة وطنية صحيح هو يطرح الحد الأقصى الذي يمكن الوصول إليه ولكن بحال صار مصار فيه الحد الأدنى اللي هو حكومة الوفاق الوطنية يعني فينا يمكن تبقى برة بحال مصار اتفاق معنا على التشكيل يعني رغبة رئيس الجمهورية أو على التوجه للمرحلة رغبة رئيس الجمهورية استاذ جاد واضحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمثيل الجميع إلا أن هذه الرغبة يجب أن تقابل بواقعية من قبل القوى الأخرى إذا كانت الأطراف بدأت تتعامل بواقعية واعتدال واتزان وموضوعية بحجمة الانتخابة والشعبة والنيابة والسياسة وتقبل تتمثل على قدر حجمة فأهلا ومرحبا بحكومة الوحدة الوطنية لأن مثل هذه الحكومة تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات اللي عم بيواجهها لبنان سواء على مستوى العقوبات الأمريكية والخليجية على بعض أطراف الداخل في لبنان أو على مستوى الموضوع الشائك اللي أطلق معركته فخامة الرئيس بعشاء الأفطار وهو مكافحة الفساد أو الموضوع الثاني اللي كان محور كلمته أيضا في عشاء الأفطار وهو الملف الاقتصادي لأن الناس تأن من أزمة اقتصادية حقيقية وهناك تركة سقيلة ورسها هذا العهد تقوم على المديونية العالية اللي بدأت تقض مضاجع اللبنانيين بسبب خدمة الدين زي التحديات تأمين الخدمات من كهرباء ومواصلات واتصالات على مختلف الصعود هذه التحديات يستحسن بطبيعة الحال أن تواجه بحكومة وحدة وطنية خصوصا أن هناك ملف رابع شائك وصعب ينتظر هذه الحكومة وهو ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أما إذا كان بعض الأطراف يستفيد من رغبة الرئيس لإقامة وحدة وطنية من أجل التوريم وتطخيم حجمه خلافا للواقع الشعبي والانتخابي والنيابي فإذاك أعتقد أنه لا بد منه للجوء إلى الحد الأدنى وهو تشكيل حكومة وفاق وطني تكون أيضا زيت وزن ومشروعية ميساقية ودستورية وقادرة أيضا على القيام بما يلزم أما فيما خص فصل النيابة عن وزارة أستاذ جاد لأن ما جاوبنا عليها بعد نعم فيما يتعلق بفصل النيابة عن الوزارة أولا شرحت أنه اعتماد وزراء تكنقراط من دون ما يكونوا بمثل طوائفهم فقط لأنه أكاديميا ناجح يطرح هذا الأمر لا يفقه بدستور الطائف طبعا هل لنوصل إلى فصل النيابة عن الوزارة أما فصل النيابة عن الوزارة موضوع آخر إذا كان الوزير من ننايب أكاديميا أو إداريا أو فني ولكن رشحته كتلة نيابية تعبر عن أكثرية سياسية في الطائفة فيأخذ مشروعيته في إشغال المقعد الوزاري مشروعيته المساقية من تزكية الكتلة النيابية لإله ولو ما كان نائب بالدستور يقول الدستور إنه من الجائز أن يكون الوزير نائبا أو غير نائب دستوريا لا شائبة في أن يكون الوزير نائب أو أن يكون من خارج مجلس النواب أما من الناحية العملية ف يعني إذا بدنا نحسب من حيث التركيز بالوقت ومن حيث الانصراف للعمل أنا بقول لك من حيث المبدأ الأفضل فصل النيابي عن الوزارة لأنه يستطيع أن يركز كل جهده وكل وقته الوزير في العمل الوزاري والنائب يستطيع أن يركز كل جهده ووقته في العمل النيابي ولكن بعض الأحيان يحتمل أن يكون بعض الوزراء اللي أصبحوا نواب أصبحوا ملمين تماما بملفاتهم ووضعوا خطط في وزاراتهم ويمكن مبدأ الاستمرارية بالعمل تحتم استمرارهم بتولي الوزارة اللي كانوا يشغلوها لأنه أصلا بذلوا الجهد المطلوب وأصبحوا ملمين كفاية بتشعبات هذه الوزارة فيمكن هون التعامل بمرونة مع المسألة لأنه من مخالفة دستورية لأهي ملائمة سياسية وملائمة عملية أنك تفصل النيابة عن الوزارة ولكن من مخالفة دستورية طالما الدستور اللبناني لا يزال يبيح ذلك خصوصا أنه من كل الكتل والأحزاب ملتزمة بمبدأ الفصل فإذا أنت حصرت حالك بالفصل ممكن هون يصير عدم الفصل يعني شو بيصير برئيس الحكومة ساعتها ما رئيس الحكومة المكلف حاليا على الأقل هو نائب طبعا يعني هلأ الفصل منه منصوص عليه بالدستور يعني هذا صار أمر اختياري يعود إلى كل الكتلة صحي تقدير أكيد حالتك عرفت لماذا عم بطرح أنا هذا الموضوع لأنه في حملة يعني إلى فترة أنه الطيار الوطن الحر كان عم بيفصل النيابة عن الوزارة بقرار ذاته اختياره من فخيمة الرئيس قبل ومن الوزير بسيل لما كانوا عم بيتشكي أقله بالحكومة الأخيرة ولكن اليوم يحكى أنه ممكن ممكن لا هل الحملة مبررة دستوريا إطلاقا تعود لكل كتلة تعود لكل كتلة أما يصير الموضوع ملزما للجميع فهذا الأمر يستلزم تعديلا دستوريا طبعا لأنه حاليا الدستور اللبناني في هناك نص صريح في الدستور اللبناني ينص على جواز الجمع بين النيابة والوزارة وينص على أن الوزراء يختارون من أعضاء البرلمان أو من خارجه أما إذا أردنا جعل ذلك ملزما وربما يقتضي البحث بذلك وتكتل التغيير والإصلاح كان قدم مشروع تعديل دستوري في هذا الاتجاه وما حدا نجاوب معه بعتقد من 2009 قدم هذا المشروع ساعته لابد من إقرار تعديل دستوري ليصبح الجميع ملزمين بهذا الأمر وإلا تعمل عدم مساوات يعني في ناس فصلوا وفي ناس ما فصلوا كمان هنصر في خلل فيصبح الأمر ملزم لابد من إقرانه بتعديل دستوري إلا إذا صار اتفاق سياسي أنه ما بدنا نجيب هالمرة النواب وزراء وهذا الأمر ممكن يسر على الجميع بإتفاق سياسي ولكن الدستور لا يمس على ذلك بيرضى كل كتلة بيرضى كل كتلة طبعا وباقي التفاصيل يعني التفاصيل الإجرائية التنظيمية هل تستوجب ساعتها صدور قانون غير التعديل الدستوري يعني أنه إذا نايب تعين وزير شو بيصير بالمقعد الشاغر هون بدك تعمل مثل النظام اللي بيعتمد أنه نظام الرديف الرديف نعم إذا نايب تعين وزير ساعته هون بيحل محله نعم بس هيدا المقادمة من تكتر التغيير والإصلاح على حد علمك ينص على هذه المواضيع يعني ما بتذكر بالخقيقة لأنه قديم بوقتك كان نظام الانتخابات مختلف وأكيد هالأمر بيستوجب حتى حاليا تعديل قانون الانتخاب لأنه يصير فيه انتخاب رديف بالمقاعد النيابية إضافة إلى النائب الأصيل خلينا نختم القسم الأول من الحلقة بختام نهار التنين يعني نهار التنين رئيس الحكومة سينزل إلى مقر مجلس نواب وسيجي مشاورات مع الكتل كل كتلة رح تفوت تعرض مطالبة معه رح تطلع تحكي للإعلام شو طلبت أو شو مطالبة إلى آخره بحصيلة نهار شو رح يصير ما بيظهر شي يعني بيكون استجمع الرئيس الحكومة المكلف معطيات الكتل ومطالبها من أجل التشكيل سواء على مستوى عدد المقاعد أو على مستوى تصورها لعمل الحكومة ومطالبها في الحقائب أو المقاعد أو بنود البيانة الوزارية ويستمر بمشاوراته وهون ما بتتوقف مشاوراته فقط عند النواب يستطيع رئيس الجمهورية أن يشاور قادة الكتل يستطيع أن يستمزج أراء من يشاء طبعا الدستور يتحدث عن استشارات نيابية ولكن لا شيء لأن من استشارات نيابية ملزمة مثل تسلية رئيس الحكومة المكلف فهي استشارات نيابية بشكل أساسي الكتل النيابية معنية فيها ولكن ممكن يحكي مع رؤساء الكتل أكيد بدو يراجع رئيس الجمهورية بكل شاردة وواردة لأن عملية التأليف بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حيث يصدر مرسوم التأليف بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وعادة كان بعد انتهاء الاستشارات النيابية يستمر الأمر لمدة غير قليلة يتابع لأن الدستور لا ينس على مهلة زمنية محددة لتشكيل الحكومة لا نذكر بهالنطة لا يوجد مهلة لرئيس الجمهورية وهذه صغرة لا يوجد مهلة على رئيس الحكومة المكلف لإنجاز التأليف الأمر الذي جعل بعض رؤساء الحكومات يستمرون بمساعيهم للتأليف في 11 شهر وكان البلد بهالوقت بحكومة تصريف أعمال وهذا سبب أضرار طبعا هذه صغرة باتفاق الطائف لأنه ما فيه مهلة لإله لا يعتذر ولا فيه قدرة لأي مرجع دستوري آخر لا عزله أو لا إقالته لأنه ما فيه نص يبيح لأي مرجع دستوري طلب الاعتذار من رئيس الحكومة المكلف في حال لم يؤلف الحكومة بالاتفاق هذه ساعتها بتصير لا يكون فيه أزمة سياسية بالبلاد يلي هو منه الجو السائد حلي ما بعتقد نحن اليوم أمام توافق سياسي عريض ما عدا بعض الأقليات وأصوات التي قد تعترض وقد تسير بالركب ولكن بالعموم نحن أمام توافق عريض أمام تفاهم متين زائد وعلى الأخص نحن أمام تجربة فيها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اللي ما بيقبل بالمراوغة والتسويف وإضاءة الوقت وهو حريص على أن حكومة العهد الأولى تبدأ بالعمل سريعا من أجل مواجهة التحديات اللي عم تنتظرها اللي حتيتها سواء مكافحة الفساد أو الملف الاقتصادي أو ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو مواجهة التحديات الخارجية وكل ذلك يستوجب عدم إضاعة الوقت رح نحكي نحن ويك أكتر يعني ماذا يعني أو شو رح تفرق حكومة ما يسمى حكومة العهد الأولى عن الحكومة السابقة بعض الأعراف تفسيرها حقيقتها أو يعني إذا موجودة أو غير موجودة أو إذا عم حدا عم يجرب يفرض أعراف جديدة ورح نحكي أيضا ماذا يعني حكم الأقوياء يعني هذه التعبير رجعنا هلأ عم نسمعه بالمرحلة الأخيرة مشاهدينا فاصل ونعود إلى حوار اليوم مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بالقسم الثاني من حوار اليوم لهذا اليوم بذكر ضيفنا دكتور عديل يمين الخبير الدستوري والقانوني والباحث السياسي دكتور يمين أهلا وسهلا فيكم من جديد أهلا فيك إلنا بهذا القسم من الحلقة رح شوي نفوت ببعض العبارات اللي عم يستعمل بكثرة بالأيام الأخيرة حكم الأقوياء نعم من الناحية الدستورية هذا التعبير مش موجود من الناحية السياسية موجود ويعني مطبق حاليا يعني من الناحية الدستورية ما فينا نقول منه موجود لا كيف منقولها ولكن منه معبر عنه صراحة يمكن بالدستور ولكن إذا منقرأ الدستور بروحيته وبكليته ومنجمع البنود على بعضا بلا منقدر نتوصل أنه الدستور ما بعد الطائف يقوم على فكرة حكم الأقوياء لأنه وقت لما بيجي مقدمة بالدستور تضاف بموجب القانون الدستوري 21 990 المنبسق من وسيقة الوفاق الوطني بتنص أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميساق العيش المشترك شو تقصد بميساق العيش المشترك أن يكون اللبنانيون ممثلين جميعا بكل مكوناتهم وبكل طواقفهم بحيث لا تكون أي فئة محجمة أو مغلوب على أمر أو مهمش كيف يتعبر عنه كيف ميساق العيش المشترك أكيد مش مقصود أنه يضلوا عايش فقط يعني بياكل ويشرب لا المقصود العيش المشترك ميساق العيش المشترك هو التشارك في الحكم وليس فقط الاشتراك في العيش لأنه العيش لا يعني فقط تأمين استمرارية الحياة العادية لا هو المشارك في الحياة السياسية كيف يتعبر عن المشارك في الحياة السياسية وقت لما بتجي بتقول المادة 24 من الدستور أنه يتألف مجلس النواب بالتساوي بين الفئتين المسيحية والمسلمة ونسبيا بين طواقف كل من الفئتين والمناطق شو بيعني بيعني أنه أرروا المسيحيين والمسلمين أنه مجلس النواب يتكون مناصفة بينهما ووقت لما عم نقول يتكون مناصفة بينهما أكيد ليس المقصود فقط بالعدد لأن شو له معنى من حيث الشكل فقط من حيث العدد فقط لأن شو له معنى إذا في مناصفة بالعدد وكانت فئة تستولد نواب فئة أخرى ساعت أن تقوط النص الدستوري وعادة بقواعد التفسير يجب تفعيل النص وليس تقويده الأمر الذي يقود إلى القول أنه التشارك في تكوين السلطة التشريعية يعني التشارك المتساوي في إنتاج عدد أعضاء البرلمان وهذا الشيء الذي أرى يحققه ولكن لم يبلغ بعد كامل المطلوب القانون الحالي لأنه نقلنا من القانون الأكثر الذي كان ينتج بموجب المسيحيون بقوتهم الزيتية 17 مقعد لليوم عم يقدروا صاروا يمكن 54 يمكن 53 مقعد يقدروا ينتجوهم بقوتهم الزيتية وقت لما بتجي بتقلك المادة 95 من الدستور أنه مادام لبنان لم يتجاوز الطائفية ومادام لنزال في مرحلة الطائفية يجب أن تمثل الطواقف في صورة عادلة في تأليف الوزارة أكيد مش مقصود بالعدالة أنك تشغل المقاعد من قبل ناس ينتموا لطواقف وما بيمثلوا أهلا وإلا ما بيكون له معنى النص هو مش مقصود بالنص لا شكل ولا ديكور ولا هيك مجرد مراضات خواطر المقصود أنه تتمثل الطواقف مثل ما حكينا بأكسرياته السياسية فإذن وقت لما بتشوف أنه على مستوى تكوين مجلس النواب وعلى مستوى تكوين مجلس الوزراء المطلوب أن تتمثل الطواقف بأكسرياته السياسية وأن تكون متشاركة مناصفة الفئتان المسيحية والإسلمية في تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقت لما تجي مقدمة الدستور تقول لك لا شرعية لأي سلطة تناقض مساق العيش المشترك من كل هذه المواد الدستورية وروحية الدستور تستخلص أن الديمقراطية التوافقية التشاركية في لبنان تقوم على أن تحكم الأكسريات السياسية في مختلف الطواقف بالتوافق والتشارك البلد ما الذي يضمن أن يتم احترام هذا المبدأ بشكل مستمر ما الذي يضمن استمرارية احترام هذا المبدأ خلصت ولاية الرئيس عون جاي انتخابات رئيسية جديدة بعد أربع سنين شو اللي بيضمن أن يجوا يشوفوا الأفريقاء أنه مين الأقوى مسيحيا تحت تالي نجي ندعمه أو نشوف كيف نأمن له وفاق وطني حوله بنسبة لهذا الموضوع وأيضا الأمر يسري على رئيسة مجلس نواب ورئيسة الحكومة أولا لابد من الإقرار أن الضمانات الدستورية ليست كافية تماما لضمان تحقيق ذلك بصورة دائمة اللي حصل كان إنجاز كتير كبير واللي حصل شكل سابقة ووقت لما كنا نرفع الصوت والنادي بوصول الرئيس القوي كان الناس ما عم تفهم أهمية ذلك اليوم أدرك لكل أهمية ذلك أنه يكون رئيس أوي بتأييده الشعبي بالقتل النيابية والوزرية التي تؤيد سياسات الرئيس فضلا عن خبرة وتاريخ وشخصية الرئيس الرئيس القوي في بيئته وفي بوطنه على السواء يستطيع أن يلعب الدور المناط فيه بالدستور كرئيس للدولة يحفظ الدستور ويصهر على استقلال البلاد وإلا ما بيكون عنده الأسلحة الدستورية الكافية لتأدية هذه الرسالة الجليلة أما شو الضماني أن يتكرر ذلك؟ طبعا إنجاز قانون الانتخابات على أساس الاختراع النسبي حق قدر من الضماني لأنه أصبح مجلس النواب اليوم ينطوي على تمثيل مسيحي وازن طبعا غير كافي ولم تتحقق المناصف الكلية بين الفئتين المسيحية والمسلمية وهذه الضمانة طبعا غير كافية إلا أنه بحكم تكون هذا المجلس وتوزع الكتل فيها إذا تقرأ هذه الكتل باعتقد اليوم من يستطيع أن يتجاوز كتلة لبنان القوي في انتخابات رئاسة الجمهورية يعني كتلة عندها تقريبا نصف التمثيل المسيحي إلى واحدة النيابة مين بيقدر يتجاوزها بانتخابات رئاسة الجمهورية أي شريك مسلم يستطيع أن يتجاوز هذا التكتل هل يرضى شركاء المسلمون أن من يملك الأكسرية المسيحية يهمش في انتخابات رئاسة الجمهورية اللي هي الموقع اللي بيخص بالدرجة الأولى المسيحيين وبدرجة تانية كل اللبنانيين مثل ما أنه ما حدا نرضي تجاوز إرادة الطائف الشيعية والأكسرية السياسية في الطائف الشيعية في انتخابات رئاسة المجلس وإلا كنا أمام أزمة صحيح كان الرئيس نبيه بري برئاسة مجلس النواب يملك الأكسرية النيابية ولكن لو لا موقف تكتل لبنان القوي لما كان يملك الأكسرية المساقية يعني كان عنده تخيل وهذا شيء غير مناسب وغير ملائم عنده تأييد النواب الدروز والنواب السنة والنواب الشيعة ولكن لم يكن يملك تأييد أي كتلة وازنة على الساحة المسيحية وهذا كان طبعا لو لا موقف الوزير جبران باسيل وتكتل لبنان القوي لكان شكل أزمة حقيقية في انتخاب رئيس البرلمان لأنه تأييد 13 نائب من تكتل لبنان القوي انتخاب الرئيس بري على رئاسة المجلس أعطى المشروعية المساقية المسيحية لانتخاب الرئيس بري طبعا وحسنا فعل تكتل لبنان القوي في ذلك لأنه غير ذلك من كون عم نتجاوز إرادة الأكسرية السياسية لدى الطائف الشيعية حزب الله وحركة أمل اللي رشحوا الرئيس نبيه بري على رئاسة المجلس وهون بريد استغل المناسبة لشوي يعني حط النقاط على الحروف إذا بتسمح استاذ جاد بموقف تكتل لبنان القوي في انتخاب الرئيس بري ووضع البعض أنا أعتبرت أنه قطعت أنا بس ملاحظة بسيطة أنه كان الموقف كتير متوازن وكتير عادل وكتير بمحله وقت لما من جهة بيأمن 13 صوت للرئيس نبي بري وربما أكثر في انتخابات رئاسة المجلس حقق كتير من الأهداف الطبيعية تكتل لبنان القوي في ذلك أولا احترم إرادة الأكثرية السياسية لدى الطائف الشيعية التي رشحت الرئيس بري لتولي هذا المركز وذلك انسجاما مع نداء وخطاب تكتل التغيير والإصلاح واليوم تكتل لبنان القوي والخطاب السياسي من 2005 لليوم للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي ينادي باحترام إرادة الأكثريات السياسية في الطواقف اثنين طبعا وقت لما حزب الله رشح الرئيس نبيه بري فالتيار الوطني الحر مدين لحزب الله في موضوع تأييده لانتخاب الرئيس ميشيل عون لرئاسة الجمهورية وقت لما الرئيس نبيه بري بيكون مرشح حزب الله فكان من الطبيعي هون عملا بالمعاملة بالمثل أن يرد التحية لحزب الله تكتل لبنان القوي ويصوت لمرشحه ولو جزئيا على مستوى رئاسة المجلس الثلاثة وقت لما الرئيس نبيه بري بيبادر عندما تنتهي الانتخابات النيابية إلى مد يده لتأيار الوطن الحر ولرئيس الجمهورية ويطلب تزكية أو دعم المرشح الذي يختاره رئيس الجمهورية أو تكتل لبنان القوي بصفته التكتل الأكبر على الساحة الوطنية والمسيحية فذلك يعني أن الرئيس نبيه بري تبنى منطق تيار الوطن الحر في أن تمثل الطواقف بالأقوياء رابعا وقت لما الرئيس بري بيريد يفتح صفحة جديدة وقت لما الكل حريص على نجاح العهد أنت بدك تتعاون مع الرئيس نبيه بري لنجاح العهد فكان لابد لتكتل لبنان القوي أن يتقدم نحو منتصف الطريق باتجاه الرئيس نبيه بري وطي صفحة التشنجات من أجل التعاون لما فيه خير العهد والبلاد هؤلاء الأسباب الأربعة لدفع تكتل لبنان القوي إلى دعم الرئيس نبيه بري في انتخابات رئاسة المجلس ولو دعم منه كامل أما الأسباب التي دفعت تكتل لحجب جزء من أصواته طبعا هي متعلقة بما حصل على مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية وعلى قاعدة طيق الصفحة يعني وقت لما هاي المناسبة بتكون فرصة لبعض نواب تكتل لبنان القوي يشعروا أنه يعني عملوا معاملة متساوية مثل ما حصل من قبل كتلة الرئيس نبيه بري بانتخابات رئاسة الجمهورية وهيدا الرئيس بري كان متوقع لبل كان متوقع يمكن حجب أصوات أكتر فهيدا عمل ديمقراطي عمل يعني معاملة ندية قبل الرئيس بري وبالتالي هالأصوات اللي انحجبت عن الرئيس بري كانت كفيلة بطي صفحة الالتباس أو الخلاف المحدود اللي حصل بانتخابات الرئاسية مبدأ طي الصفحات كله ممكن أمر واحد يتيح فيه بالأيام اللي جاية إلا إذا فيه تفاهم سياسة مصبع تشكيل الحكومة وتحديدا الموقف من موضوع وزارة المالية هل وزارة المالية عرفا ستبقى للطائف الشيعية وسيسمى الوزير الثناء الشيعي أم لا هاو دي كلهم اللي حكيناه بس فيه هاي دي النقطة هلا هي اللي بتعمل يعني شو بقوله عند الامتحان يكرم المرأ إذا بنرجع للدستور نعم ولوسيقة الوفاق الوطني وللممارسة من التسعين لليوم ليس هناك أي قاعدة توجب أن تكون وزارة المال من حصة الطائف الشيعية الكريمة اللي منقدرها واللي منحبها واللي منحييها إذا بنرجع للدستور ما فيه تخصيص أي وزارة لأي طائف إطلاقا إذا بنرجع لاتفاق الطائف النص الوثيقة كذلك بس محاضر الوثيقة تقول غير ذلك على ذمة الرئيس بره والرئيس الحسيني وبتعرف يعني تعرف أكثر من الرئيس الحسيني شو بيقول ما فينا نعرف المحاضر شو بتنص قبل ما نطلع عليها بس المحاضر معه المحاضر صحيح ومن وشهله تحية ومن قادره بس فيه كمان نواب كانوا بالطائف قالوا غير هيك قالوا ما صار حديث مش عمشكك بما قاله لأنه حتى الرئيس الحسيني بيعتقد بيقول أنه صار فيه نوع من تفاهمات شفاهية ما بيعتقد قال أنه فيه نص مكتوب بالمحاضر حول هالموضوع وبيعتقد قال أنه صار تداولات وصار فيه ربما بعض التفاهمات يمكن مش الكل كانوا عارفين فيها أو راضين فيها من النواب اللي كانوا موجودين ما بعرف بس إذا بدي أرجع للشيء السابت لو كان الأمر كذلك من الطائف لليوم الوزراء المال هن أكتريتهم غير شيعة نعم وزير محمد صفدي الوزير دميانوس كتار جورج كورم الوزير شورج كورم وليس سابت بس الأساس أنه عم بيقوله من يطالب بإبقاء هذه الوزارة من حصة الطائفة معينة عم بيقول أنه كان ما كان سابقا هو الاستثناء وهلأ بدنا نرجع للقاعدة عم تين بيكون الاستثناء كمال الرئيس شهيد رفيق الحريرة وكرمال السوريين وكرمال 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 هلأ نرجعنا على السيرات المستحيل عددا الاستثناء بيكون عدده أقل بكتير من القاعدة هون بالعكس وبعدين ما حصلت القصة على أيام الوصاية السورية ما بعد 2005 بس حكمت 14 آدار كمان كان وزراء مال موارنة وصن جهاد أزعور وكان من التشكلات مختلفة والأمبارح لتولى الوزير علي حسن خليل وزارة المال إلا أنه ذلك لا يعني أن وزارة المال ممنوعة لا سمح الله على الطائفة الشعية يعني ما في شي بيمنع بكرة بهاي الحكومة الجديدة تكون من حصة الطائفة الشعية الكريمة وربما من نصيب الوزير علي حسن خليل ولكن ليس على قاعدة أنه هذا حرف هذا اللي عم تتفضل فيه إذا اليوم فيه 27 أو 26 نايب من أصل 27 من الطائفة الشعية عم بيقولوا نحنا بدنا وزارة المال سياسيا فيك تردلن هالطلب سياسيا ممكن استاذ جهاد التجاوب مع هذا الطلب ما في شي بيمنع بس بصفته باعتباره أنه طلب أملته توازنات البرلمانية الحالية وليس باعتباره عرف ملزم دائم أنه هذا الحقيب هي للطائفة الشعية لا مرات كثير عند تشكيل الحكومة طيب ما مرى الطيار الوطني الحر قال أنا بدي وزارة الطائفة وأصار على موقفه وأخده ليس لأنه من حصة الطائفة المسيحية أعطيت له لأن التوازنة السياسية بوقتها قدر أمن ضغطه أكتري وقدر أمن دعم له من كتل أخرى وحصل وبعدين مين قال اليوم أنه رئيس الجمهورية ما بده أنه تكون وزارة المال أخذ موقف رافض أنه تكون من حصة الطائفة الشعية ما في شي بيمنع ما في شي بيمنع عبدا لا نحن نحكي عن الموقف الأنية نحن نحن نحكي بالمبدأ بالمبدأ ليس من قاعدة دستورية أو عرفية أو مساقية تخصص وزارة المال للطائفة الشعية إطلاقا إلا أنه ذلك لا يعني أنها لن تكون من حصة الطائفة الشعية في الحكومة الحالية أو في أي حكومة أخرى بس بهالحال أيضا بتشكيل الحكومة كمان لا يوجد نص ولا عرف ما بحث سفي عرف أو لا يقول أنه في أربع وزارات تسمى سيادية وأنه هاي الأربع وزارات مخصصة لأربع طواقف بس كل الناس ماشي على هالأساس وكل التوزيعات تتم على هالأساس إيه صحيح بس أنه كمان هيدا توازونات سيئسية لا بطاق أصلا ما في شيء تنيز بس هالحالعرف يعني بطاق التوازونات بس هيدا بس ما يعني مانا مشكلة لأنه طبيعة الوزارات عم تتغير يعني كل ما وزارة بيتستلمنا جبران بسيل بتصير سيادية يعني وزارة الاتصالات ما كانوا يعتبرواها سيادية هلأ العشوائي رح يبلشوا يعتبرواها سيادية وزارة الطاقة ما كانوا يعتبرواها سيادية هلأ العشوائي رح يبلشوا يعتبرواها سيادية بعدين ما في الوزارات بالاسم يعني عفوا في بعض الوزارات المصنفة غير سيادية هي أهم بكتير من السيادية بالصلاحيات وبالدور ما بدي أدخل بالتسميات بس هدا أمر ما حدا نعامل عليه مشكل يعني ما حدا نعامل ماشي بالعكس الوزير جبران بسيل اقترح أن الوزارات السيدية الأربعة هالمرة تكون للأقليات بخطاب أخير قال وأنه خلت نجي هالمرة نعملها للأقليات وعلى قاعدة المداورة ما قال أنه هذه بدأت تتخصص لطواقف معينة وحتى هالطواقف السيدية عم تتوزع على الطواقف الأربعة الكبرى بس بشكل غير ثابت وغير حصري مش أنه في وزارة لطايفة المارونية لا مرة عم تكون المارنة معهم المالية مرة عم بيكون معهم الخارجية وبالتالي عم بيصير تبديل بين الطواقف ما في حصر إطلاقا بالطواق بالطايف في العرف يقوم على المواقع الرئاسية رئاسة الجمهورية للماروني رئاسة مجلس النواب الشيعي نائب رئيس مجلس النواب أرثوزوكسي رئيس الحكومة السنية نائب رئيس مجلس الوزارة أرثوزوكسي العرف المستمر إنه استقلال اليوم إذا في فئة عم بتقول أن هناك عرف يتعلق بوزارة المالية ما في عرف ما صارت الممارسة هيك إذا البقوي رفضوا شو بيمنع أن تكون ردة الفعل عم نحكي نحن بالمبدأ أكيد ما عم نحكي عن اليوم عم نحكي يوما ما بسنة لألفين وخمسين يمكن يجوا يقولوا مثلا أن رئيسة الجمهورية مبطلت الطائفة المارونية وما في شي بيثبت استجاد رح أعطيك الإثبات في فرق بين أنه فريق يطلق القول أنه هناك عرف وبين أنه يكون في عرف حقيقي العرف له صفتين أولا بدوا استمرار وتكرار ودوام القاعدة حتى تصبح عرف يجب أن تكون ثابتة ومستمرة ودائمة الشرط الثاني أن يكون في ذهن المعنيين أن هذه القاعدة ملزمة هم يمارسونها القاعدة وكل الناس هم يمارسونها يكون في ذهنهم أنه هم يمارسون قاعدة ملزمة هاي الشرطين متوفرين فيما خاص المواقع الرئاسية هناك من الاستقلال لليوم موزعة على شكل التالي اللي حكينا عنه شكل السابق المواقع الرئاسية بين الطواقف أما بموضوع وزارة المال فالقاعدة ليس هناك لا من استمرار ولا من سبات ولا من دوام ووقت لما كانت تعطى للطائفة الشيعية ما كان فيه زهن المعنيين أبدا أنه هالأمر ملزم كان جزء من توزيع للتشكيلة مرة بترسل للطائفة الشيعية الكريمة مرة للطائفة السنية الكريمة مرة للموارنة إلى آخره فإذا إذا حدا إجا انتخب رئيس جمهورية غير مارونة هذا العرف ولوما أنه موجود بالنص الدستوري هو ملزم لأنه العرف الدستوري يوازي النص وبالتالي يستطيع المتضرر يستطيع تلت مجلس النواب أن يتقدم بمراجعة ضد هذا الانتخاب طعنا بهذا الانتخاب لدى المجلس الدستوري فيبطل المجلس الدستوري الانتخاب في حال تم انتخاب رئيس جمهورية غير مارونة لأن هذا العرف ملزم طبعا هذا العرف ملزم ولوما كان هناك نص مكتوب وقال لأيمي الأعراف في فرق بين العرف والتقليد العرف هو ملزم تماما دستوريا وإذا تعين رئيس حكومة غير سني وتولى وتولى رئاسة الحكومة هذه الحكومة تكون فاقدي للمساقية والشرعية وتتناقض مع مقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض مقتضيات المساق العيش المشترك هذا هو المساق العيش المشترك ما هذا من الاستقلال هالمواقع الرئاسية موزعة ميساقيا موزعة هيك أما الوزارات لا لا في سابقة لا في تكرار لا في انتظام لا في دوام ولا في ذهن المعنيين أن ذلك ملزما أما إذا كانت الطائفة الشعية الكريمة ترغب أن يكون لها توقيع رابعة سابت على المراسيم علما أنه مش دائما بيوقع وزير المال على المرسوم إلا إذا كان في نفقة مالية فهذا الأمر يستحق البحث ونحن نريد طبعا يعني كل الطواقف تكون مرتاحة بس هون صار بدأ تدقيق العملية يعني صار بدأ بحث بهذه النقطة وبغيرها لا لأنه تحديدا بهذه النقطة أستاذ جاد المرسوم بيمضي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص أيا يكون فبروحية الطائف إمنت المشارك الإسلامي المسيحي من خلال التوقيعين السابتين رئيس الجمهورية المارونة ورئيس الحكومة المسلم رئيس الجمهورية المسيحي المارونة ورئيس الحكومة المسلم السنة أما إذا فرضت توقيع ثالث مسلم ثابت على المراسيم فإذاك وعملا بمبدأ المناصفة بين الفئتين المسيحية والمسلمة في تكوين السلطة وعمل السلطة في لبنان ساعتها بدك توقيع مسيحي رابع على فليكن مثلا ساعتها استحداث صلاحية لنائب رئيس الحكومي وخليه وقع على كل شيء مثلا ساعتها بدك توقيع مسيحي تاني وتوقيع رئاسي رابع إذا جاز التعبير مثلا يكون لنائب رئيس الحكومي تيكون في توقيعين مسيحيين ثابتين وتوقيعين مسلمين ثابتين عملا بمبدأ المناصفة على المراصيم زائد توقيع الوزراء المختصين فهيدي ممكن تتبحث ولكن حد اليوم منا موجودة وما في اكتخدها بس جزئيا خصوصا أنه عند السلطة التشريعية حيث الرئاسة معقودة للطائف الشيعي الكريمي لا يشارك موقع مسيحي في إدارة السلطة التشريعية إلا من عند غياب الرئيس على مستوى الرئاسي ما عم بحكي هيئة مكتب المجلس اللي بالعرف متنوعة بس عم بحكي على مستوى موقع الرئاسي بما تعنيه من حق تحديد جلسات مجلس النواب توقيع موازنة المجلس تعيين موظفي المجلس هون عند السلطة التشريعية هناك إذا بدك موقع مخصص طبعا للطائف الشيعي الكريمي من دون مشاركة من الطائفة المسيحية بس اليوم يعني بهذا الموضوع بموضوع وزارة المالية تحديدا ليه توقع أنه يرجع ينبحث فيه بالأسبوع القادم يعني هناك في حلين مطرحين يا أما أن تسلم أو أن تبقى وزارة المالية مع الثناء الشيعي ولكن لأسباب سياسية وليس لأسباب عرفية وأن يقال أنه هذا التوزيع السياسي أفضل إلى هذا الأمر ونحن مش ملتزمين أنه هذا عرف يا أما الحل الثاني أنه بده يصير مشكل وبده يفتح باب على أزمه وبحث بأمور أكبر من هك ما رح كون أكيد يعني الحل الوحيد اليوم المتاح كون أكيد استزجاد أو مداورة أو اللي حكينا عنه أو بحث بأمور دستورية أكبر سواء أعطيت وزارة المال لغير الطائف الشيعية سيكون ذلك برضى الرئيس نبيه بره مثل ما سبقوا رضي قدير مرات نعم ما أقول المداورة أنا يا ناس برضى الرئيس بره سيكون طبعا برضى الرئيس نبيه بره وحزب الله وفي حال أعطيت حقيبة المال للطائف الشيعية الكريمة سيكون ذلك برضى الرئيس الجمهورية ورضى رئيس الحكومة وفي مطلق الأحوال لن يكون الأمر مثار أزمة إطلاقا رح يتفقوا إما تاخدها الطائف الشيعية الكريمة هالمرة ولكن طبعا مش لأنه عرف ملزم لأنه التوازنات التشكيل أوجبت ذلك وعلى كل حال أنه مين قال أنه هذا الأمر مشكلة أو قال أنه هذا الأمر أزمة أو في فريق ما بيرضى فيه ما أحد قال بسمنه هذا الأمر موجب جستوري صحيح أو إذا تم تقصيص وزارة المال لطائف أخرى فسيكون ذلك أيضا بموافقة الرئيس نبيه بره وبموافقة حزب الله نعم دكتور عد اليمين شكرا لك على حضورك اليوم إلى الأوتيفي وعلى هذه الإحاطة بمختلف العنوين التي طرحناها شكرا لكم مشاهدين أهم نصل لختم حلقتنا حلقة حوار اليوم شكرا للمتابعة نلتقي بحوار يوم جديد يوم غد إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة